لمناقشة هذه التطورات ينضم إلي من موسكو السيد يفغيني سدروف المحلل السياسي معي أيضا من اسطنبول طه عودة أغلو الباحث بالشأن التركي والعلاقات الدولية أهلا بكم ضيفي معنا أبدأ معك سيد طه بعد انسحاب تركيا من أكبر نقاط مراقبتها بشمال شرق سوريا ما الذي يحمله الوفد التركي اليوم هل هو ذاهب بصيغة جديدة للتفاهم مع روسيا حول سوريا نعفو بدمس الخير لك وظيفك كريم والسادة المشاهدين من دون شك أعتقد ينظر إلى زيارة المسؤول التركي إلى موسكو حاليا بكثير من الأهمية وخاصة ما هي النتائج التي سوف تتمخض عنها وعلى ضوء نتائج هذه الزيارة سوف نرى هناك تطورات كبيرة على صعيد الملف السوري وخاصة بعد تطورات التي حدثت خلال الأيام الأخيرة الماضية فيما يتعلق بموضوع الانسحاب التركي من نقطة المراقبة في مورك وأيضا هناك حديث كما تفضلت وذكر في تقريركم بأن هناك حديث عن صفقة أو ملامح صفقة تركية روسية واللافت أيضا في أثناء هذه الزيارة وخلال المباحثات هناك على الضفة الأخرى أقصد في الملف الليبي تطورات لافتة قبل قليل فيما يتعلق بالاتفاق وإذا كان هناك تصريحات لافتة أيضا من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يتعلق بهذا الملف وعندما قل بأن وقف اطلاق النار وهذه الخطوة الحال مهم جدا ولكن المهم صموده هذا يدفعنا للتساؤل هل هناك هذه المباحثات التي تجريها المسؤولة التركي في موسكو سوف تكون مرتبطة بملفات أخرى غير ملف السوري أقصد ديبيا ملف أزر بيجان أعتقد أنها سوف تتضح كل هذه الساعات القادمة ولكن على ما يبدو لي بأن كما تعودنا في السنوات الخيرة الماضية أي تصعيد وأي تفاهمات وأي خطوات تحصل على الساحة السورية نلاحظ أن هناك كفود تركية تذهب إلى موسكو وبعد هذه الزيارة نسمع أخبار جديدة فيما يتعلق بهذا الملف سيد يافغيني ماذا وراء هذا الانسحاب التركي من أكبر نقطة لها في مورك ماذا قدمت روسيا لتركيا لتنسحب من هذه النقطة نعم يبدو أن هذا أولا مساء الخير لك والإصادة المشاهدين وضيفك الكريم أولا أنا أعتقد أن هذا الانسحاب جاء في عقاب ربما التنسيق الوسيق الذي كان قد جرى بين الطرفين الروسي والتركي حول التطورات والمستجدات الأخيرة في سوريا وذلك أمر لم يأتي من قبيل الصدفة لأن التطورات السريعة التي صاحبت هذا الانسحاب التركي من نقطة المراقبة في مورك وغير ذلك من التحركات تشير إلى ربما حدوث متغيرات حتى فيما يتعلق بطبيعة التنسيق الروسي التركي حيث أصبح من الممكن الآن أن نتحدث ربما عن تطورات واقعية نشهدها وسوف نراها على الأرض مباشرة وهي نتيجة أو سمار للاتفاق أو اتفاقات صنائية بين موسكو وأنقرة فيما يتعلق بسوريا فيما يخص إمكانيات المقايدة مثلا بين هذا الملف والملفات الأخرى منها ليبيا أو حتى ما يجري في نغورني كرباخ فأنا لا أعتقد بأن هناك صيلة أو ترابطا مباشرا بين كل هذه الملفات وبالتالي أنا أعتقد بأن التطورات على كل من الملفات السلاسة سوف تتطور بشكل مستقل عن بعضها البعض على أي حال الأيام القليلة سيد يفغيني دعني أتوجه بالسؤال إلى سيد طه سيد يفغيني يقول بأنه لا يعتقد بأن هناك مقايدات ما بين الملفات سواء السوري الليبي وحتى بإقليم كرباخ ما رأيك بذلك هل ممكن أن يذهب الوفد التركي ويقدم تنازلات بالملف السوري مقابل مكاسب في ليبيا أو حتى بإقليم كرباخ لا يعني هناك فيما يتعلق بالملفات ما بين أنقرة وموسكو نعم هناك ملفات مشتركة ليبيا موضوع كرباخ موضوع سوريا ولكن أنا أتفق معضي فكير بأن كل ملف له أولوية خاصة بالنسبة لكل أطراف إن كانت روسيا أو تركيا الموضوع الملف السوري هو مختلف تماما بالنسبة للأطراف وخاصة موضوع إدلي هي ورقة مهمة بالنسبة للأطراف من الصعب جدا أن تكون هناك مقايدة في ملفات أخرى كان ملف الليبي الذي يختلف تماما الملف الليبي أن نلاحظ أن روسيا في جهة وتركيا في جهة أخرى فيما يتعلق بموضوع السرط والجفرة ولكن من ممكن فيما يتعلق بالساحة السورية على وجه الخصوص حاليا نلاحظ أو لاحظنا خلال أيام الأخيرة الماضية كانت هناك محاولات من قبل النظام وحتى الروس كانت محاولات لتصعيد ولكن تركيا تحاولت قدر الإمكان هي تمديد فترة وقف إطلاق النار هي تحاول التهدئة في سوريا وهذا ما لاحظنا أن خروج هذه النقاط وانسحاب هذه النقاط من هذه القادة ترى أنها أنقرة كانت بالنسبة لها نقطة ضعف وتوجهها إلى مناطق أخرى بمعنى آخر انتشار أو تموضع جديد بالنسبة لتركيا هذا لا يعني بأن تركيا تخلت عن ورقة مهمة في سوريا ولكن ممكن تكون هناك محاولات أو ملامح صفقة جديدة في مناطق أخرى أقصد منبش في تل رفعات خاصة إذا تحدثنا عن أن الأيام الأخيرة الماضية كان هناك مناوشات الجيش الوطني السوري في عين عيسى وأيضا الروسح ضغطوا على قوات قسط بالانسحاب من الخطوط الحدودية أو من الشطر الحدودي التركي كل هذه تدفعنا للتساول هل ممكن أن تكون هذه المباحثات هي تضع على الحسبان أقصد تطورات أو هذه التطورات تتحصلت على الساحة السورية؟ هذا ممكن أن نراها خلال الساعات القادمة أو بعض أيام صفقة جديدة ولكن ملامحها إلى حتى هذه اللحظة غير واضحة سيد يافغيني إذا كانت هذه المجريات والتطورات تخص الساحة السورية فهل يمكن لروسيا أن تقايد تركيا ب ربما منحها تل رفعات والتخلي عن المناطق الواقعة جنوب الأم فور؟ أنا أعتقد بأنه لدعي للإسراء في مثلا مثل هذه الاستنتاجات أو حتى مثل هذه التوقعات لأن حتى بداخل سوريا أعتقد بأن كل ملاف داخلي بسوريا يختلف عن مثيله مثلا في جزء آخر من سوريا وبالتالي أنا أعتقد بأن ما يتوصل إليه كل من موسكو وأنقرة حول انسحاب نقطة المراقبة التركية من موريك ليس له علاقة مباشرة ربما بمقايدة أخرى قد تعقدها الطرفان فيما يتعلق بأماكن أخرى كما تفضل ديفوك الكريم وأعتقد بأن روسيا وتركيا سوف تنسقان كل ملاف على حدة حتى فيما يتعلق بسوريا وبالتالي لا يجوز أن ننظر إلى ما يجري في سوريا يعني انطلاقا من موقف عبارة عن مثلا رسمة واحدة بها سوف يتفق سوف يتفق الطرفان على التفاصيل التي ربما ستم لإتفاقات قادمة نراها خلال الأيام القليلة القادمة بعد زيارة الوفد التركي الرسمي الرفيه المستوى والذي من المتوقع أن يبدأ يوم الاثنين إلى موسكو سيد طه إذا ما اتفقنا على أن كل ملف منفصل اليوم ماذا تريد تركيا بالنسبة للملف الليبي من روسيا يعني تعلمين أن الملف الليبي وخاصة فيما يتعلق بموضوع هناك وجود مرتزقة وجود حضور عسكري قوي روسي على الساحة الليبية أعتقد أن المباحثات التي جرت في الفترة الأخيرة ما بين الأتراك والروس متعلق بهذه المنطقة هي تركز بشكل كبير على هذه الوضعية بمعنى انسحاب بروسيا أو وقف تدفق المرتزقة الفاجنر وحاليا قبل قليل كانت هناك تفاهمات اتفاق عن خروجها لمدة تسعين يوما ولكن تصور الأمور ليست بالسهولة خاصة أن روسيا دخلت إلى هذه المنطقة من الصعب جدا أن تخرج وهذه سوف تكون إحدى التعقيدات في الملف الليبي خلال الأيام المقبلة نحن نتحدث عن قرارات خمسة زائد خمسة ولكن المهم التنفيذ والأليات وهذا ما تبعناه اجتماعات حصلت في موسكو في يناير الماضي وفي برلين وقرارات مهمة ولكن لا توجد هناك أليات لتنفيذ هذه البنود وكما قال الرئيس التركي رجال طيب أردوغان قبل قليل المهم هو الصمود هذا الاتفاق وظهوره أو تنفيذه على أرض الواقع وأعتقد الأيام القادمة هي كفيلة لرؤية هل ستتحقق أو ستكون هناك رغبة دولية أو تنصيق دولي لإيجاد حل لتنفيذ هذه الأمور التصوير الأمور الصعبة خاصة نتحدث عن أن الراعي الأكبر وهو الولايات المتحدة الأمريكية غير موجودة في الوقت الحالي نعم سيد يفغيني إذن الاجتماعي اليوم جاء بعد انتهاء مفاوضات خمسة زائد خمسة الليبية هل نتوقع أن يجري الحديث عن تنصيق روسي لتسهيل مخرجات هذه المفاوضات نعم أنا أعتقد بأن هذا الحديث سيجري حتما وبتأكيد في أثناء المباحثات القادمة بين الجانبين الروسي التركي ولكن هناك نقاط ربما غامضة عدة فيما يتعلق بالاتفاقات التي تم توصل إليها حسب صيغة خمسة زائد خمسة ولابد بالنسبة لروسي ربما من الحصول على المزيد من التفاصيل حول هذا الاتفاق ولكن الأهم من ذلك وأنه شاطر زميل الذي تفضل وقال إنه المهم هو معرفة الألية التي بوسطتها سيتم ترجمة هذه الاتفاقات على أرض الواقع لأن هناك بالفعل كثير من التصريحات والبيانات والنوايا وإلى آخره ولكن ليس كل ما يقال وليس كل ما حتى يعني يتم التوصل إليه بالأقوال وفي خلال الاجتماعات من ثم ينفذ بشكل مباشر وعملي وذلك بسبب عدم وجود آلية كفيلة بمراقبة تنفيذ ما تم توصل إليه من دفاهمات أو اتفاقات سيد يفغيني سريعا لو سمحت ماذا يمكن لروسيا أن تقدم لتركيا في ليبيا وسط هذا الرفض العربي والأوروبي لتواجد الأتراك بشمال القارة السمراء أنا لا أعتقد بأن روسيا الآن سوف تركز ربما بالمزيد من الأهمية على الملف الليبي لأن روسيا منشغلة ومشغولة بشكل أعمق بالملفين السوري وطبعا ملف ناجورني كرباخ ومشاركة تركيا في هذين الملفين السوري وفي ملف كرباخ وابح تماما وبالتالي لا أعتقد بأن الملف الليبي يتصدر أو سيتصدر حتى في أثناء المباحثات والمشاورات الروسية التركية القادمة مع ذلك روسيا أعتقد بأنها من الضروري أن تتطرق إلى هذا الملف أما طبيعة ما يمكن أن تقترح روسيا على تركيا فسوف تصبح معروفة بعد الانتهاء من هذه المباحثات أو بعض التحركات الدولية التي ستأتي في أعقابها شكرا جزيلا لكم ضيفيا الكريمين يفغيني سدروف من موسكو وطاها عودة أغلو الباحث بشراء التركي والعلاقات الدولية